في سبيو ميكس نحكيه على آخر التطورات في الكورة التونسية والمستجدات نحكيه على قائمة المنتخب الوطنية التونسي اللي بيشتمل علينا عليها نهارة الجمعة ان شاء الله بعض المعلومات حول القايمة استقناها منذ قليل خلينا نبدأ بحراثة المرامة منكم برشا بيشتم من جديد دعوة تفنائم تحتاج غيري تونسي باشير بن سعيد وأمان الله من ميش يستف تكنيك المنتخب بيخامم برشا في أمان الله من ميش من ناحية المعنوية مش رذي برشا على المردود المتاعه في المقابلات الأخرى لكن يخامم في مستقبل الحارس غيري بعتبار المؤشرات الكبيرة اللي وراها في المقابلات اللي لعبها بيش يكون موجود في القائمة المنتخب مبعاه بيشير بن سعيد وممكن أيضا بنسبة كبيرة بيش يكونوا أربع حراس مرمى في الليستة الجاي على عكس الليستة اللي فاتت خلين اخو رايك رفقي كيف نبدأ معك في الشواء هذا متعمميش بالمستوى اللي ظهر بيه في المقابلات اللي فاتت بيش يكون في المنتخب من جديد ومعه أيضا بيشير بن سعيد رغم لي فوزي أو المجاق قال لا سبيل إليه معنى لاعب على البنك يكون موجود لاعب على البنك يكون موجود دم لا سبيل إليه يقصد دم يكون موجود في التشكيل الأساسية لا في الليستة في الليستة بش يكون الزوز موجودين واضح هو الحقيقة برشة حتى ملاحظين ومتابعين قولك توحسين وانه ثم ثبات على مستوى حراس المرمى خاصة نحكي على الحارس لول والثاني فماش علاش بش يغير برشة مع الإطار الفني بشير بن سعيد اللي كان في وقت مش بعيد هو الحارس لول السحيح موجود على البنك البودالية مع الترجل ولكن بالخبرة بتاع البشير بن سعيد عادي يكون موجود في قائمة فوز البنزرتي اللي كان موجود من مدة مع المتخب الوطني تونس وكما قلت لك كان هو الحارس لول أمان الله هم يميش زادة سحيح يمر ممكن فترة خايبة شوية بالنظر لك زوز هفوات اللي قام بيهم سواء ضد ديكادها السومالي ولا مباراة قربة ضد مستقبل سليمان ممكن إمكانية حارس رابع وهكا نصور جمالي وسبري بن حسني مينجم يكون فما كلام حتى سمعناهم حتى بيح في موزاييك يقولوا حتى القرديام طالعبران في الاهتمامات منتصر السيد والله ما نصورش بش سير باشا تغيرات أنا حاس براي أمان الله هم يميش بشير بن سعيد وأنا إذا كانت تعطيني شواب يكون الحارس اللي يكون آخر إذا كان ثلاثة نقولك سابري بن حسن تعني درياضي سفيغسي بالنظر للمستوي الكبير اللي قدموا سنة الفارتة بالنظر لأنه يظهر للأمور رجعت باية مع الإدارة مع الإطار الفني رجع للتشكيل الأساسي يستحق يكون موجود سابري بن حسن حارس ممتاز هذا ما أنا حسب رأي ثلاثة حرس مرمى ثابات نوعا ما جوست يدخل سابري بن حسن ما كان عليه جمال لهذا يا رأي المتواضح مختلفة ما يرى النجم يكون على سامي هلال شفنا مستوى محترم من ماتش اللي فات وسينا رأيك في الشواء تعزوز غارديانات كيف كيف يوثير الجلال تعزوز متراجرية التونسي في المنتخب؟ نحن نعود نعود إلى الجيل القادر وقت اللي كانوا فهمت غارديان دحمان وبشير بن سعيد ومعزة حسن وحبين يثبت حارس ومن بعد البلاتويت لكل هذي دافع الحارس متاع وصرت بوليميك كبير ومن بعد وقت اللي جيل بالبوية كاتريام غارديان قال دحمان هو الحارس الأول نتصور اليوم هذي بوليميك غالط أنا جوشير شبال ترازيم غارديان عطيني تيتولير شكونتاو على خطر بشكون فهم استابيليتي نتصور صحيح مميش كي مقار رفقي العطام تي عم ذبذب شوي مكن برسيون كبير عليه بو عادي لكن بشير بن سعيد رو العبزة للمباراة ديكي دا هكو اللي؟ يعني حطنا في الكمبيتسيون فهم مباراة ديكي دا يعني حطنا في الكمبيتسيون فهم مباراة ديكي دا احترامية للحراس الأخرين بش تقولين بعض كون سميه ليل مثلا صبري بن حسن أنا جوشير شبال تروازيم تروازيم سيتام ميريت شكون اللي هو قاعد بارز توفل البطولة التونسية معناهش خطر حراس البربا اللي البرا تنجيم تهزو كمتاو أما بش تزا ربع ليش تزا ربع فهمتش أربع بوركوة أربع أنا ثلاثة يزي جكروا أنا ديما بهم ما عاشي أنا تفكيري لول أما كيخرز لول شكون ثاني تروازيم سعيح بعيد شوي لكن سيتام ميريت مش كونان تروازيم هي فرصة السميه ليل صبري بن أحسن الصيد متاع العمران ولو زينا من نجيم شنان عايت القرد ينعب دو ماتش بيت إذي كونفيرمي يعني في بلي بيه يطلع يعمل ويت نف ماتشكه وقتها مزيت الفرصة تنجيم تعايت دعني أخرى كنتي يامن أمان الله من ميش شغلوط الملقابلات اللي فاتوا تقريبا غالطين فاتحين كيفاش نجب نصرفوا مع حارس كما هكا خاصة المؤشرات اللي وراها كيلعب مؤشرات ممتازة جدا بالنسبة ليميش يعني من ميش ما يختلفوش اثنين اللي هو أفضل حارس مرمى في الوقت الحالي في تونس كما قال مختار تواستابيليتي لازم كتاعتيه معنة ويستابيليتي ونخمم ديما في الكيانة كاوانترونير ونخمم في اللولاني والثاني والثالث ما أعني أقل معنة فنينو اللي بلوز امبورتن بلنسبة لي الوبرمي جاردين ما أمن الله ميش عمال غلاط غلاط متاع منك دو إكسperience تفل معنة ولي هو عندو امكالي تينار تبقى مبعد الليشوى متاع متاع الانترونير وصيرتوا يلع في جامعية كبيرة لازم كيموغلوفي زلقى فلقى حبيت ولا كراهت ما عندكش ماتا في تونس طوى ماتا بشير شوى اللي عاملوا أنا أنا كونترو ما عندكش طوى فنينو قارديان ستابيل معنة منحكي شخص اللي على الثلاثة مت شوية تدومة معنة هلال قاعد يعمل في عمل انبون بريستاسيون حتى القارديان متاع اللي تضرب متاع مستير عمل انبون بريستاسيون نعمل انبون بريستاسيون القارديان متاع تابيجا اللي بيجا عمل ثلاثة كرين شيت يظهل يا كيكا حاجك ما كيه اللي قارديان متاع بيجا ما نحكيلك معنة سيولة بلون ستاتيستيك مي على عم ناول عام كامل وش عمل ميميش معنة مع عاللبي كيب ناسيونال بالنسبة ليد ما Pilation هو رقم واحد تقعد معنة ولللللللللللللللللiędzyииرير معنة عادي مع اعنة عادي جدا يتعلم منهم بعيد عالل أخرين. يعني سلوما بشير بشير اللوم عليه على الحكام تعالي كيفاش معتها هدأتنا بشير. بشير بشير من المنسبة لي أنا من قبل معتها لأنه كنت درّب في مستخدم السليميان من المنسبة لي بشير كان هو معتها كان هوه لأولياني. ما عادش عنده سلوما من المنش. من الأخرى. شوفيك مكش موافق. موافق مستغرب. كان يقعد نتفرج في بطولة أخرى معتها يقولون لي مميش بعيد على الاخرين لا مختار قال لك بعيد على الاخرين مميش فيش بعيد لا خليك تكمل افكاركم بعد نجيبوك لا خطر الحقيقة دابار ايجا نقول لك مميش عنده ديفونس قوية قدامه اثنين مميش كانت عملوا استاتيستيك متاع الغلاط اللي عملهم عمل برشة غلاط دونك اللي عمل اللي عملهم السناء بركة ولي عملهم السناء بركة ثلاثة غلاط عمل الكوب دافريك عمل سليمان وعمل استات تونيزيان غير ديفونسور خارج كورا مليني صحيح ولا؟ مريح وقتا مميش غاردين باهي انا مرة الاخرى قتلك انا مرة الاخرى لمت على مريحك قال حسن حارس في فريقيا قتله سمحني فاش تحكي ما عند هاليوم نقوله مميش انتي قلت كلمة قبلك قلت له ميريت انا كناخب وطني وكمنتخب عندي ماتش قدامي اللعب مميش خطرو عمناول محلاه وبيه وعادش به كان غلط ومورال لانتو عمل دومات شبهين في الكيب ناسيونال خنكملك خنكملك انا عملي اغلاط تقولي المورال عليها لكي نهز المورال تعلم لعبية نهز مورال ملعبية انا الحاضر يلعق انا زادة شنو الميريت انا حارس شبيب العمران اسمعني انا زادة شنو الميريت انا حارس شبيب العمران ماهو الفرق بين بشير بن سعيد ومميش حدش يزو سكيف كيف بشير مش يلعب بشير اه موش يلعب بشير مش يلعب مميش قاعد يغلط دون كان الناحيي استحقاق اللي قاعدين الحارس متاع العمران ماتش الكلوب افريكان وماتش اسفيقس عدا زوزة تراح غير عاديين زادان عندو استحقاق السيدة ذاكا كين عايتلو انا وفي اللنترينمون يبدأ يتنطر وحاضر عش ملعبوش ملعبوش خاطر ليه مميش غارديان مميش نوال عبش نحطه اساسي في المنتخب نحطه اساسي في المنتخب عمناو اللي هو وصل الترجل نهائي كسفية مميش كان فكرك بماتشويت تقليل نسبك مميش مميش نحكي على مميش العب دماتش وفي اسوح حالاتنا عمنا ما يقلق نيش نحكي على كيب ناسيونال ما يحكي على اسميرانسان ما يقلق نيش كريسيانو رونالد ومعناتها العب عمل ديبارات شوف ما تزوز ماتشويت ما جايوش ثلاثة كورة ما يحكي على كيب ناسيونال ما يحكي على كيب ناسيونال ما يحكي على كيب ناسيونال ليجا نقول لك رو شوف التأليه هذائي انا ضده كله مامو خانت فعل معكم وربي سمحني ماترش تفعل معكم حاجة روز اللي مش كيما الجارديان مش انتي قلت خبليك افنيين انا الجارديان رو انتي معتا خدمت كمسؤول في النادي الافريخي وعشرت معتا وحتا في النادي الافريخي في اليباك عشرت برشة عمالقا ما عملو شغلات ما عملو شوية اما الجارديان رو لازموا برشة ماتشوية بشيه نحنا كيما قل لك اسلام ما صدقنا ربي اللي لقينا بروفيل متاع الجارديان اللي نجم نبنيو عليه انا نعيب الكله والله مش على ما يميش العيب الكله على على بشير انا قاعد نعيش في نفس الهالة العالمية اللي رافقت الصدقي الدبشي في العامين التالي قاعد نعيش فيه وينه صدقي الدبشي مميش خليوه ساقيه ع القاعة رو لي قاعد يصير توا قاعد يهلك في الطفل دا يرشوفوش قاعد يصير يعني يعني كيتبعدوا مالكيب ناسيونال تبعدوا خاطر ثم شكون ما تسرق في استحقاق لقارديان اخرين اخي على ماتش في نعيش كيب ناسيونال ما هو عايت طوله على ماتش رو العبد ماتش ورحنا رو مميش الحفلة عميش اللي كيب ناسيونال ري صارت عمناول من عمناول ومميش وكيفاش مش ناسك كذا ماتش هزور القمر انتي معا تشريك حرس مرمى اخر اساسي مش همنا الماتش اللي فاتر هذي اللي جاين لدو ماتش هذو هنا اخوي انا قاعد نشوف ثم ديقارديان قبله هو انتع العمران قبله ومتاع اسما قبله ومتاع اسطاد قبله قبيليك قبيليك اقلت العماميش من عابو ضد رونالدو انتع العمران ومتاع اسطاد لعبو ضد رونالدو لا 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 بقريكي نحكيلك عن الاستحقاق مش درجة في نفس الدوام من اللولدي الزوز يلعبو ضد ايكس واحد قاعد يتنطر ومنتاز والاخر قاعد يغلط باي خلان قدم واي كل واحد عبره على فكرته كما يحييشوفوها مختلف خلان حكيو شوي عالديفونس وانتي كنت مدافع بالتقريبا نفس المجموعة بش تبقى في الديفونس فماش مفاشقات كبيرة فقط على غرام كيف كيف حسب اخر المعلومات مازال اي كارتيام اليستمتع المنتخب نجمو نفر مخاطر المشارعب ولا لا يلعب في نيفو كبير في الشامبيانس ديك قداموا ملاعبية كبير في الشختار لازم يكون موجود في المنتخب او باو الطالبي ومريح وعلي العابدي وريد بوشنيب نتصور هيدا ومشي يبدأ بهم مع مميش اي كون بشي يبقى مبعد على الدي سوليسيون اخرين في صورة مالي نتصور الحقيقة كما في وقت ملاوقات فما ملاعبية حتى موازا حسن وقليم كانتش عنده فريق وقته جيبوا المنتخب وكوابش يزولوا المورال نتصور هيدا هو يترين في نيفو بي وعلي غرام ولد المنتخب يعني في اللي ستايلارجي وكان حتى مامرون بلاسان والعب مختار جسد ترونة سيقنة فكرت حاجة فوزي بنزرتي وقت يخذي الكيب ناسيونال قال لنا اللعب الحاضر هل هو حاضر تقول لك انت برابور لطي تحكي على علي غرام لا لان مميش نحكي تفكرت ايه قلتها فىك مكش ملكز معاني انت اينا قلت اينا قلت اينا قلت اينا قلت اينا خاطر مختار يعني هو قال امنول بكدل ننتصور غير لشكون الزاكسيولىى عنا زادة فمتني حمزة المثلوثى اللي زادة فعز سوبر ليغ وعمل ماتش كبير بو العب ماتش بركة هو ينجم يكون يقلق هذا او ما عش لا لا أرى حمزة المتلوثي اللي متر دو صنو بحكم الفيكيو اللي عند رو يرع في الزميل الكريبة حلالي رو مش ناقيق في كل شي في كل شي في موتيع اللي اخر طاوة باستني اللي بيان في الرلونس اللي لا أنا أقول حتى يكون موجود في الدخل باش ميقول اشف مستبيلتي دي ما أقول قردين لدوز اكسيو ما يزمناش نفل سوفين مبارش فما منتسر الطالبي وفما مريح ولو عندي مليمة على منتسر طاو مزين مذبذل في العطان صحيح معي ذا غير مستبيلتي بيانا نتساهل تنظر حتى بشي يمشي هكي الباليه اكثر لكن ما إن شاء الله خطر هي للك هذا السابع منها وغيرت شوي لي حتى يزق قتل الليك دو يعني وكان فيمتة بركلة الباليه وصلوا وصلوا واسر تمامهم مع لوريون كان ينجم يمشي حتى اللي كيبات في مليو تابلولة أكثر شوي نتساهر أنا بنسمة لذلك سيو معانيش برشة شوي عنا على الغرب عنا بريق زونبان بنسمة لين رو حمزة المثلوثي الرهما ذوما الميور وعند ذوما الراهما ديلان برون ديلان برون تنجم تحطو في دي كونتكست اخرين يلعب لك أكسيها بأس بس تاع وكسيها اي 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 اما العب بصرتا مموف بالإيكيب ناشونال درواء هو سمعني مختار ديلان برون البارح العب في الدرجات الى إيطالية والنوت متاعه مش خايبة اذا كنا نحكي ودي معنا مقياس الجاهزية بالنسبة الناخب وطني ينجم يكون موجود ديلان برون في الدفاع صحيح هم شوش هم شوش سوش دي شوش أنا بالنسبة لي أن كل واحد شو متاعه يفهم أنا عندي دو هذو ما تزيدهم حمزة المثلوثي وتزيدهم برعلي غرام أنا في نظرياني هنا جميعون زنديلان البرون يكون موجود زادا سيد مبلعب بسرطة مما وكانت تتولى البرانتير وجاهز زادا لكن هذو ما لشوش ما تنجي مش تبد عليهم برشا بلنتيزمك دوز اكسيو أخرين مع دوز اكسيو اللي موجودين يامن ناعب اخر البارح ارجاع المباريات واجدك شويدا في الدفاع مازانا في الدفاع لعب مع الغرفة اول ماتش ليه لعب سبعين دقيقة تقريبا ضد العين فريقه عمل ماتش كبير ربح وربع ثمين الظاهر هو ما زال ناقص ما زال بكري نتصوي باش يرجع طاو المدة خبه نعم محتاجين واجدك شريدة قيمة ثابتة في البوست الذكة طاو رايد بوشنيبة مع تمع الاسبيرانس مع تيلي استابل وكونفيرماشون اللي عملو عمناول جدي كشريدة مع تحبيت والكرهات، متى سلو بتونسيلي في الانيماشون، سلو في الانيماشون اوفنسيف يعتى كبرشة مع تى على الجير ويعطى كبرشة حلول في الان كونتران هو اللي سلو في الانترنيني برحانين مبرشة مع تى الرجوع واجدي بعض البوليميك اللي صارت مشيرجع اللي توال مشي مشي د لفرنسا مشي جيل تونس ما اعش هسلو اللي بوليميك هذيك لي صارت للكل العب البارح حمل ماتش بي ربح وربعة ثنين ضد العين عاملوا مبارات محترمة جداً هذا الفيزيك مو مش حاضر فرش عطانه في الماتش عرفت الريزيرفور بداي يتيح وخرجوا معتا الانترنور كرندمان معتا غلوبال هذه هي البطولة الخالجية في نفو عالي متدد العين يتسمع عامل تري بونه أستاذ سنو ضرب قيد الخيارات بفيهم مش بارش جدال علي العاب الذي يكون هو علي سار ممكن اللاعب أمين الشيرني في اللفاء اللي نجميكم خيار ولا وانه علي العاب هو السيطول بابري الععب لا نصور مش بشي بدل الدفنس بتوقع دايبيدة معانتها كو سواء علي مين ولا علي سار ما نصور شانا كشريدا بشي أخذ بلاس لا لا معانتها كو دبلور معانتها يلخفر معانتها اللي تنترندو كنفرمي وحتى الاطراح خرجهم متاع ودون كنصور ديفونس اذي كهية معانتها كي مقال محتار الكوتش بشي توقع دايبيدة ديفونس يامن خلينا امدل معاك انت ماريه في الوسط وحبيت تحكي لحنبال ارجاع بشي يكون موجود في الليستة الجاية حنبال بشي ارجع في المقابل فمالي عب اخر تنقولك بشي كون بشي كون موجود ولو انه قاد متقلق الفترة ارجاع نحكي على حنبال قادة العب مع بيرلي كيف تشوفوا رجوع متاعه للمنتخب طو قادة العب خمسة او الستة متشوية تفجرت بعض المرح البرع عب ثانين ثمانين دقيقة روند ممتاعه استابل عرفت حنبال رو في فرنسا انا كنت في فرنسا لفرنسا 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 كان مع الكيب ناشونال حتي لفرنسا بها وستحبت المس وقادة المنشاة وفي فرنسا لفرنسا حتي لفرنسا حتي لفرنسا ارى الام من VK ومع تلك الكبار بشي عاون الإكيب ناسيونال لكي النقص حنابالي تنجو اليوم القادة تنجو متاعه ونصور في المنظومة الهجومية والمنظومة الدفاعية متاع فوزي بن زردي حنابالي شكون عنصر فعال وعنصر اللي ننجح له متى التكتيك متاعه خطر فوزي تعرفه متى يحب يسر البرسينج و الكنتر برسينج حنابالي سوو لبلان فزيك ماشاء الله علي سوو لبلان تكتيك تفل تبركال علي تكنيك موزيدة كيف كيف حاجة بيني فيك المنتخب تونسي مش في الماتشويت الذوم اللي كي ما قلنا معتا ماتشويت ما هم بشكل رفيرانس ماي بش نبنيو عليه الماتشويت وظال يحصن شوى عمله حتى في برمين كام وقالا في سيفي ما كانش لعب هكا بطوى في برلي ما اللي مشي ديما اساسي في الوكي يخرج صحيح لكنه ديما اساسي قادر هذا سبعين دقيقة ديما في كل ماشا تقريبا هذا هو مخلوق حتى في الرنطمون متاعه تحس ومع انت كل الكنتور قاعد ي كل مره محتحة تحس ام ترين فائلية في لعب ترين لي اعظل الهدف لا 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 احسيس ذات يجي ذات يجي خطر حنا بعل اللي ارجاع متاعه ارجاع متاعها بسوق العمل الي متاعه ما مش يفصلها الكلمة بالعربي ما معتا اي لغي مطا حربي يا مطا حربي نحط حربي مطا حربي متاعه وإلي كيفاش نقوله يعني بماطري يلعب مغير حسب التكنيك مو الليبيان و مش جيه مانتان مش جيه البنتويت مش جيه الوحد عطينا نحن كاتوينسة الو بيوزان باوتون بلنسبة لي نحن اللي حان بالمجربة يلعب مانتا و يرجى يلعب المتشويت مو الشامشنشيب يعني الخير من برشة حتى جمعية فليقان فرنسا يعني عل البطولة لكن تبقى ليش كيه لانه حن بالمجربة كي نرجع كمعاملات، فبعد عشرين ماشا لعب ماشا لزوز ماتشيد بهيه، و آثمتاتش ماتش كان ناكو تيلاحكي، لحقيق، لربما التوظيف كان متاع وغالط، هو يلعب مثلا في بست متاع إلي دلوع، لا لا نحكي على كيف ناسيونال، نحكي على كيف ناسيونال، أسألت مساء، كان ديمة غالط، وتخلق حدا في الجنة. للعب في أكثر من مركز هاين؟ أكثر من مركز، التوظيف متاع وغالط، اليوم في ترسانة، اليوم في الترسانة، نعم. الموجودة تورسان في الوسط. هو الفست متاع ووذكر. هو محتمل لي هو صغير حنبال. فست متاع وذكر. هو حنبال ليثر على لي شواء متاع ومن يخرج من موناكو. صحية. دي ما يختار الموفازيكين. عرفتك لي باليوم سيحولها ما هوش. ملائك مع مجدد كارير بشيكو. ليس لديه ما كاروش مشي لمنشستر. ببعض. وواحدة تجيه منشستر يقول لا. نذكرك بقبا. بقبا ليس من تورسية. مشي من تورسيه مشي للمانشستر يونايتد شو صار فيه شو صارت فيه اللي مخرج لليوفي بش عمل لك الواعد بش عاو درجاته مشي ايه عليش بش نو الغلط اللي عامنا فهمت الشينا نجي مش تلعب ويحجي منشي عليش ما يجي مش نعب هاو هاو فاما ملاعب ايش وبين طالحهم صالحيه صالحيه سمحني سليم لايمن خلان قولك فاما ملاعب ايش وبين طالحهم في منشستر كي ما اللعب مينو كي ما جارناتش وذو وليا دي الأكاديمية منشستر كي ما لعش فارج معهمش كي ما حنا بعض هو يعرف روحه منجمشي العب كيف حشام واحد يقول للمجمشي العب وليس شو محيط متاع ويزمو كون كون سيكون مع روحه منطان على فكرك في اللي جون منشستر كي من مليستال متعبير بعد الباليين تطلع من اللي جون حتى اللي سنور هي حاجمه ايه لا تحكيش لاحتي ايدي كه خاطر المستقبل سليمان مزاد يجيبتوا قتكو مستقبل سليمان مزاد يجيبت أتاكو سيباني الرفيرانس، أنا الرفيرانس متاعي أنا معتال خطر في الأوروبة معتال فهما الـ Contra في الكتاعك تشوف الـ Contra تعرف الجوار اذي مشي يكوّر من بعد في السينيور ولا ما يكوّرش في السينيور نذكرك بـ الـ Contra مشيه بعشرة مليون يورو ذا هالي أكد نعم معتال نحكيه لك، في الـ Contra يمشي يسبق الـ Contra متاع شنية الـ Contra professional خطر ذاك يتسبق كونترا في ديار ليس هو باش مشيه، Contra 2 هو اي زيت، انتي تسموه صلاح، نتنسيتش صلاح شني صار فيه في تشيلسي صلاح كام عمال شمشي البازل، معتال مش تشوف صلاح بتاعتوه فانتني تقعد معتال محنى بعلي مجبري، أنا بنسبة لها كي مقال مختار، أحسن شوعة عملوه بالـ Championship رفقي، بشاصة لك على ملعبي آخر كيف كيف بالـ Championship حسب المعلومات اللي عنا مش يكون موجود في الليستة أرقام وخير من أرقام حنى بعلي هو دريس الميزوني لعب قبل في المنتخبات الشبان لعب في الأواست اي في الأواست يبدولي يلعب في أكسفورد في الفريق المتالي، والبارح هامل أسيست في ماتش البرح لعب يلحد الآن ماتشويت كل ثمانية ماتشويت عامل بونتو وباس دي سي سيف كيف لعب في الكيس زوز ماتشويت حبيتوا يأخوا فرصة لملعبي هات ديما نرجع للمقياس الجاهزية اللي هو نتصور هو المقياس اللي هو اللي بيش تختار قايمة وأنا شخصيا وحاسم متابعتي أنا نحب معاه الملاعب اللي ينشط في القارة الأوروبية الإسلام لأنه هو اللي بيش يضيف المنتخب الوطني تونسي ما احتراماتي المنتوج البطولة المحلية لأنه في وقت سابق شفنا منتخب الوطني تونسي ما اتطور إلا ما جاء العيدوني جاء السخيري وصلنا مرت باربعتاش عالمين بالملاعبية اللي ينشطوا في البطولات الأوروبية ما احتراماتي المنتوج المحالي لأنه في وقت ملوقات البطولة أنت عنا ضعفت أنا شخصيا نحب أنك توجه الدعوة لملاعبي كي مدريس الميزوني على ملاعبي ينشط في البطولة خاصة أنه أنه منزل نسق البطولة منزلنا في الجولة الثالثة وبالأرقام ملاعبي ويعرف أجواء المنتخب لي أنه في وقت سابق كان جاء المنتخبات أسناف الشبان علش لي ياخذ فرصة ونجم يكون حاضر يعاون كما حكيت أنت أرقامه ممتازة نرجع للمكيس اللي هو الحضور والجاهزية علش لي يكون موجودة لكن يبدو أنه ما تمش اتصال به ربما في مواعيد قاد مشانا نشوفوه لأنه بالتأكيد عنده بلاسة في المنتخبات لكنه كومبرموك بي سابق نعطيك الجو سؤال معتق ريزوم بتاعها يقول لك البوست يريك خاصة في وسط الميدان معبية الفرصة فيها صعيبة يسميك لسيمة معناها صعيبة لتنحي واحد مثلا السخيري عيدوني حتى فرجاني متقلق مثلا فريقه كابتان مبارح حتى ماتش محترم يقول لك صعيبة لتنحي ملاعبي لكن هذا زادايا في مستوى محترم جدا أنا معاك لكن شوف قبل ما نستنع نشوف شعندي ساعة اللي عندي يلبي الحاجة ولا ما يلبيش توقيت شوف انتها قلتها مثلا لأنه كومبرموكبير في الوسط يعني من السخيري العيدوني يتول فرجاني ساسي يتقلق يعني في زوز ماتشاة الاخرانين ما عرفش أنا إليس بن سليمان زادا ما هو موجود زادا فهمت يا نسي حاج محمد حنبع المجبري فهمت اللي تصلوا بي نتصور شوف أنا معاك برمضام ورفيع أنا شو أنا معاك أنا يبق هذي تحت المجهر مزلت كي ما قوله طويلة هذو ممالهم إلى الدوماتش خاطر ما تعرفش علي أنت كي تعمل ليستي لرجيم بتاع ربعين ولا خمسين رو ما وش فاد ليك رو أخذ واحد يكون هذو بلسي ولا هذو مش في نهاره ولا هذي بيس دو رجيم هذيك الفرصة بشي تجيب غيره نتصور شامبينشيب بالنسبة لي أنا رايب بطولة محترمة وخير مبارشة بطولات أوروبية يعني في الليغة نيفو عالي جدا صاحب ولا حتى النوم بردوماتش حتى في النيفو متاع اللعبة يبقى يعني لكن اللي هنا شوف أنا شفت حتى التوجه متاع قداش مرأت قابل في تيرانيت مع وثمين ومع قايس حتى سيفوز اللي بنزلت يعني فما توجه زادة فما بلعبين محليين اللي قاعدين يحبوا يعني مثلا يستقد بهم لعبية كما شفنا الخضراوي ولا شفنا مثلا معتز بربي سمعني مختار من دمني متذكرتو فما لعب برزولية محروم ما قلت محروم مظلوم إعلامي اللي هو معتا ملاعبي يانا بنسبة ليك حكينا عكا استابيليتي يخبي اللي كتاوذ ذكرت واللي هو حمزة بن عبد أكسيال قوشي كنفير ما عمناول سنين مع الكروب أفريكان إلي استابل ما يحكيش ما نشوفوهش تحكي لا في ميديا ولا يحكي في اللي ذريمو أكسيال إليقون وعندو مستقبل كبير ياسر انا نتصور معتا دعوة منتخب بالنسبة لي هو في عوض مع رشي انا غرام يعجبني غرام يعجبني برشا معتا غرام معتا في الدايور استابيليتي متاع اسفيقس عملة فاي كي خرج غرام مي اللعبة هذي جسد ما تقوس وكاو باش ما تنسيش هو لي هو روي شوف الحاجة ميليا واخلي تلقى دي شواء في اللاكس سنترال ولا في ميوتين بي يخير ما تلقى جملة واحدة كما قال دا ورفقي يسر دا ما مو صحرا يعني البوتولة تونسية ما في حاجة تتفرح انتي كتشوف لي طول بدت ترجع والاسبيرانس وخاصة الكروب أفريكان وطول ميليا دي متاع مستير هني طو مثلا أنا ما نعرف اما طول كلب أفريكان صليستي في ثلاثة ملاعبية ايت ميلك وموتز باديكزمبل ومعاهم في مدينة ايت ميلك بنسبة كبيرة بشي يكونوا موجودة بغلا ينميريت لحقيقة تفرش شي يعني اضعف كبيرة هو رابي النقطة حبيت لك عليها اهمية حسب رأيي انا اهمية وانو منتخب الوطن التونسي اللي غالب الرزني ما تحكم رال مشاركة في الشار نجم تخلق ملاعبية صحيح صحيح اليوم منتخب الوطن التونسي اذا كان عنا منتخب محليين بش تلقى بن عبده بش تلقى ايت ميلك بش تلقى قديده بش تلقى عمر بن علي ثم ملاعبية اللي ينجموا بعض يشكلوا نواية اساسية ولا يدعموا المنتخب لول يعنو راوموا لغال برزني ما ينجموش نكملوا بطولة اذا كان قررنا المشاركة في اللشانة ما شاء نروا عندها قيمة في انو نكتشفوا ملاعبية قادرين على حمل زي المنتخب لول ونذكروا دي ما شاء نرفين واحداش الملاعبية اللي يمشون بعض وشاركوا على المنتخب لول يروا عنا موسمة ذي ملاعبية باهم الحاجة البيه باهم نأكد كلمك انو ليكات جرون باهم هذو كمهم اللي عرب على كبار حبابنا هم كرهن يعني خرجوا من على الانتداب وجيبوا برشة ملاعبية على ذاك حاسين نيفو بليز وموا بداية يتحسن شوي يعني سيساس ليتوال اللي كلوب ما هم شمتا عمناوا يعني فما تغيير حتى على اللي توال نستنوها يعني بشتواليك الفريق الممتاز وبداي يخف الليلو متاوا مع اللي كلوب مع الترجل دي ما هو ستابل ويلعب على اكثر من واجه هنتصور حتى المنتخب محليين لنجم يكون هنا فرصة باش نشوفوا برشة ملاعبية كيمة حمزة بن عبد اي خاطر نعرف برشة برشة ونتصورها ولا حد لا تخذيش ديسيزيون وسعي بيسر سعي بيسر نشير نقدمو شوية الهجوم من جيك اللي كنتي استير كمال بن خليل فما دي ديسيزيون انضباطية اليوم في المنتخب تخص الليس العاشوري وتخص سيف الله الطايف زوز ملاعبية ذوما حسب المصادر متانا موش يكونوا موجودين في الليستة هذه العاشوري نعرفوا كل الناس اللي رفض الدعوة دون تفسيرات واضحة استاج اللي فات سيف الطايف عمل راكسيون كي خرجوا فرز البنزارة على البنك ما عاش بتوش كيفي اشتقل انت الديسيزيون هايزو شوف هذوما الديسيزيون مرتبطين بشخصية المدرب معانتها فوز البنزارة شخصية متاعه صيدة مية ما تقبلش شكون يتمرد ويثور عليه دونك اذا كان صارو هالي زكار هذو موالا مثلا سورة العاشوري نبا اكسبليكي الغياب متاعه اعتقد انه معانتها مش نمشيو لا وحاجة مستفزة في نفس نهار الماتش متاع المنتخب يلعب اسباح ماتش مكال مع جماعيته دونك اعتقد انه معانتها باللوجيك بالرجوع الى شخصية المدرب نتصور انهم الزوز مهمش يكونوا موجودين خاصة حتى ثاني وقت يعملك الجاستاذيك كي يخرج دونك مهمش بشي قبلها المدرب باذا قبلها بشي حل بيت بشي يتعب فيه مهم مدربين حتى كبار مثلا كماغورديو يقول لك نحب الملاعبي اللي يدرشش كي يخرجوا يحب يكون موجود على البنك هما ذوكم يدربوا في ملاعبي اكبر توت لا ديفيرانسي لا نحكيه على المهاجمين يامن حسب كيف ديما المصادر متاعنا ثلاثة مهاجمين بشي يكونوا موجودين ديما الكلام اذيك اذا كما تبدل شي غدوة معناها غدوة تجم جولا متاع غدوة تجم بدل الحاجات حمدي العبيدي سألت عليه بالنسبة كبيرة اذا كما تقلق عدوة اذا كما تقلق عدوة اذا كما تقلق عدوة اخرى الى حد الان مش يكون موجود ثلاثة اسماء في الهجوم اللي هما نفسهم علي يوسف هيثم الجويني وسيف الدين الجزيرة مبدئيا هذم الاسماء في قلب الهجوم انا برجوك حمدي العبيدي انا نحطه نمره واحد وبعد من عليه الاخري يقول لك شلعب والعب ما تش اسم والاخرين مركي ما عام له الاخرين عطيني متاع علي يوسف قادي مركي في جمعي حكيلي في اليكيب ناسيونال ملعب برجا علي يوسف شفناك انستاج اللي فات انا انا من اني نفد وقسم بالله سليم طفل والله ركزت معه ركزت معه تسعين تخيقه لعب مش تقول لي معطا في الاوروبة صحيح يلعب في اليكيب ناسيونال اما في اليكيب ناسيونال شبح بالنسبة لي شبح تعرفش تعدينا شوي بركة للتعادل ماتش معنو ولم تشلوليني لعب رعب لعب لعب نستنى وقت بشي عم بصير فيه تغيير بالنسبة ل الحمدي العبيدي انا كا 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 فهمتني بالنسبة هو جدد عامين ممكن ربي معاي اخوي جدد حتى عشرة ربي معك سيف الجزيري من بين الاسماء عندك برشة مهاجمين هنا اخوي حمدي العبيدي مظلوم طفل مانيش نحكي على حمدي العبيدي انا حاسيت شوي استهزاب في جزيري في وقت مالاوقات كان مهاجم ممتاز في وقت مالاوقات تعاون برشة المتخب الوطني تونسي اخي احنا عنا برشة مهاجمين كيما موجود كيما موجود كاس العربي في قطر من احسن الملعبية اي اعمال مرجود محترم هداف كامل ذلك مهاجم لا اهم اخي مهاجم ملعف الزمالك هو المهاجم الاساس اذا كان اذا كان عنده لتكون لمركل بدي ناصر منسر عند هزيزه اذا شفيف بدي ناصر من البشتك بدي ناصر من البشتك عنده سيف الجزيري عنده مشكلة مالية كبيرة ياسر الزمالك عمناه ونحكي لك سيف الجزيري جدتا سرطة مموك يمشي ناحية وقتش ممرة ونبعد اخذيه مع تلستان كود شانس مركبين في البود بذول اليمكانيات وخليته جدد اه لا اخي انا مش تزمين لك تحكير زمين لك ينجم حمد العبيد يكون حاضر كم ينجم سيف الجزيري اذا يكون حاضر مهاجمين رفقي مهاجمين مهاجمين لو حمد العبيد يوجوده لا ينفي وجود سيف الجزيري مكتجمش تجيب اكثر من ثلاثة ثلاثة من ثلاثة يبادي بورشة يا سلام شوف شو قلت انت من الاول قلت معتا اللي سيفزتني في الحكاية الكل اللي قلت وانت قلت معتا حمد العبيد ينستنيه وغده ايه انت مات تسني فى الرنتموم التى حمد العبيد يغده وانت بش تحكم عليه ليت مجرد مؤثرين ليت مجرد مؤثرين عشنو بش تحكم عليه مو مجرد حمد العبيد عائتلو جلل القادري وقع ظلمه فى المنتخب انا نعطيك ايه معلومة لا لا هو ظلمه تعايتلو أنت لا لا أنت يقوله اكبر خاطر عمال المشكلة في استاج عائته جلل القادر تعارك هو مليعبي كامل سمي الملاعب كامل سمي سميلك هو علي العبدي دونك علي هو اللي عمل المشكلة مش هو بل هو ما يعملش مشكل تسمع طفل صغير وجاي تتخيله بش يجي بش يعمل شوف الحمدي العبيدي انا نتواصل مع الكوتش عليش المجالس باللمانات اما رئيس متاع جمعية عريقة جدا في تونس وكبيرة برشة قاعدين نحكيه وقاليش خاص كان حمدي العبيدي ناخده قال يسلمي راتقون في تونس سمي كيفية ما عندك شجل أبس بس كابل سمي كيفية عندك دي نفس المعلومة اه 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 لا عبي ما تكون معادش موجودين النوعية ذيك انت على التقونات متاع حمدي العبيدي ما عاش موجود سمعني متر رابي يقص عليك لان الانشانمو اللي عملوا في البنت متاع ايد مالك انت تكنيسين يفاصل الانشانمو هذيك اللي عملوا فامت لا مشكلة البنت هذيك هو ماشاء علي حتى المنتويت مع السياسيس المنتويت ضد بنجردين كيم عطيت انت فرصة للليجيون الأخرين والله أساسين في المنتخب زاد عطيه فرصة لهم كيم عطيت المفرصة الميميش اللي هو أسعب بوست في الليكيب ناشونال اللي نحنا معنش أتاكن اللي هو أسعب بوست نحن نعطيه حمدي لما تبني دي من عطم من حمدي العبيد حمدي العبيد حمدي العبيد يجب نعطيه الفرصة وخاطر بالكاليتي عطر سيطانة تكن عنده انور ممو دو كاليتي سيطانة تكن دو كلاسيك سيطانة تكن دي اسباس و سيطانة تكن بيتر نشاء لك يتاهل الكاميروني من القاوش حمدي العبيد هذا هو بش نقول له هذا سؤال كاميروني مريز مجديد في الكلوب فقط لحظة أنا من أشد المعجبين به حمدي العبيد لكن دي مشكلامي ذا كلام مهمة يعني يقول لك شلعب في الكلوب هو في الكلوب ما هو أساسي لا يلعب في الكلوب لا يلعب أساسي لا يلعب ماتش أساسي يقول لك ريزون مو معنش محترم سيطانة تكن دي كيف و اللي قالوا المدرب انو دي سبزيتيف تكتيك متاعوا تصوروا للفريق بتوني قاعد الانجاك تشوفوا انتي حمدي العبيد اللي ما تشوفت قاعد يلعب فيهم الطاند جو قاعد يكبر أكثر خطرو هو قاعد يحط فيه و أنا نأكد لك انو بقدوم الكاميروني الضحية اللي بشيكون هو إيدو ومش حمدي وحمدي بشيكون ما كانوا موجود ولا الرسم شوف انتي بتحكى لاتون جو ولا نحكى ملاعبي أساسي يعني ايكار حتى لو تشويش جيتها عشرة دقائق مخر ما يلعبكش مصار ما انت الحمدي ملعبش نأكد لك على خاطر دي زيكار هذا قام مخر اهبط للبتداج مخر ما يلعبش تتولير ما يعني ما يلعبه ما يلعبش تتولير ما يلعبش تتولير لك أولا وثانا أتحدث عن الحمدي لا يلعبش تتولير وليس لديك حتى أولا وياسي أو ساعدت البتداج لا نعلم نجب تتحكم عني في دماتش هي ، مدوماتكًا أكثر مدوماتك. لا دعني عنها. لا تضع، لا أحد أقولاً، لكننا نرى الأنفعار في ألعاب الأنفوصية. يريد أن طرق الضوصية إلى أعرفه في البطولة السويدية. لا يعني أنه مجتمع ما قام بالأسفل. لن تقدر. أنت بدأتها لأسفل ، هذه علاقة الحيطة على أمن. في الإنترجال ، ليس تخلص على أخليًا. شوف، إذن أخريباً أيضًا المستطيع أن تثبت الجدار. هذا الأمر للتعبير. اليوم اخليتي تفكر في حمدي العبيدي وشكونا عنا بيريس في المنتهو في البطولة التهو حمدي العبيدي اللي فيه الذو خنقول ملحق بشيخو فرصة عليش خطر لي شوام تاعك ما عندك هايثة مجويني علي يوصف حمدي العبيدي نتصور تولا نجيكت ما نعرفش تعطيه فرصة وحمدي اللي بيان مش خطر يلعب ولا ملعبش في الكلب افريكان دي محطة مع سعيدة سيبيا سلتا ماما وصارة دي بروبليم وناس كل الدفع وان يهبت يعطيك اللمسة الاخرية يعطيك العسيس ملاعبي حربي على فكرة وفوز البنزرتي يحبك الملاعبي الحربي اللي مشيره في البريسينك هو كي تشوفوا حتى ما هو الشكل اللي الطاية كبيرة لكن كي تشوفوا في ترا فيف اغريسيو وياذا هو براس مش طويلة ماذا هو براس هو يشبه شوين مطال الزادام نفس الكات تقريبا الزوز معناه فنيا ما شاء الله عليهم لكن مش يلعب وعليش مش يلعب هو اللي قد استفاهمة هو اللي يفرق ما بيه للملاعبي وللملاعبي هو اللي قلية بنتيه وحمد الله بيدي مستحق نص فرصة وحتى كمشي يسارتها ماما ولو تعارك مع العبدو غيره ما اخذاش الفرصة نتصور ينجم يكون في الفيزور مهبتو دقيقة 4 سعيني تمانيك عليه بلاي ما نقول ليش كم الكلمة ذي ما ما نعودو هاش يستهزق به هو نور ماما يتحط في الفيزور عليش باش الناس يعني باش تفهمنا تفول كمبيتيتيف راوه ما عنيش شواء في البوست هذيك ما عنيش شواء لعبنا بفوتا كون قدش من عام ماوي بالخزري كي خرج جهو ملقينا حد هذا الاشكال يعني حتى على مستوى البطولة التونسية ما عنيش بخلاف حمدي العبيدي ما عنيش الكلنا قاعدين نجيبوا بدي زيترانجي ميسيابي السليمين السياسيس بافريكا الكل هارو لزيترانجي يعني انتي تفرح كي تلقى عندك حتى البره ما عنيش شواء برش هروا في البوست هذيك نتصور حمدي العبيدي يكون حلم الحلول مع فوز بريك هوا الكامروني جيبوا الكلوب افريكا انتي شفتوا الملعبية شفتوا البنية الجسدية مش طويل ايه مش اطول من حمدي العبيدي وقباري عليه حتى على المستوى الرزن متاعه على الاكس متعلي كي بادفيرس مع انت المدرب يقول انت نحتاجه انا فبتك يناجي تسعب لنا مع ربع اثنين يوالي حمدي معه فمتا بنتونيش يلعب بنتوني بنتوني يلعب بموفون يلعب بموفون ياسر معطل موفون في وسط التيران والموفون حتى في الازاتة سوف انت مريتش بسام البونتون اللي تمركالولين يروا بسام السرار فيه هو اللي يصنع الباس اللي قبل البونتون يعطي كيف يشتخل البينيترا من هنا وحمدي عمل القصع طهيره في الاسباس وهو اللي فما فما الموبيليتي كمش يدخل الكامرون يمش تبدل برشة مع طهيره شواليستاسيون؟ السامبالي عندي ملاحظة بعيدة على مهاجمين منتخب طوى نتصوره إن شاء الله إذا كان ثم ملاعبين مهاجمين إذا كان ديما الخدمة رأي تجيب ثم ثلاثة مهاجمين نتصورهم إن شاء الله يكونوا على الأقل إذا كان مش مئة في مئة راسبة كبيرة عن ثلاثة مهاجمين اللي يعجبوني برشة لأنهم صغار زين الدين كادا مهاجم التاراجي السادة قديدة مهاجم الملعب التونسي وعمر بن علي مهاجم النادرياد اسفيقسي إن شاء الله إذا كان هما يخدموا على رواحهم إذا كان انضباط والخدمة تجيب راوري أنه واضح وأنه بشي يأخذوا وقت للعب عليش ليه إن شاء الله في المستقبل القريب إذا كان مش همين في المئة يكونوا حاضرين واحد منهم ولا أثمين لأنه عندهم إمكانيات كبيرة لأنه الحقيقة أبهرني خاصة أن السادة قديدة مانيش فني ولكن كنراه في الملعب إشي يعمل حتى ما غير كورة بتاع مهاجم راوري ينجم يتطور المستقبل لازم يكمل لازم يكمل الخدمة يجيب ثلاثة يحكي تعليم قديدة كادة وعمر بن عليس إن شاء الله يكملوا وإن شاء الله يأخذوا حتى خاصة ثقة للمدربين بذلك بيأخذوا أكثر وقت لحقا تكساحبين نمشوا موزيكا وبعد نكملوا آخر جزء من حصتنا اليوم بحركة موسيقى